اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع الاليكترونية تعلمنا في المحاضرة السابقة كيفية طباعة النصوص من خلال الدالة ايكو في هذه المحاضرة نتعلم موضوع مهم جدا ألا وهو المتغيرات المتغيرات هي عبارة عن حاويات تخزن النصوص او الارقام او الدوال او المعلومات المتغير يبدأ بس دولار هذا اس دولار لابد انه حتى ننشئ متغير لابد انه اس دولار ومن ثم اسم المتغير مثلا راح اسميه بهاء ومن ثم علامة اليساوي ومن ثم المادة التي ممكن ان يحتويها المادة اللي ممكن ان يحتويها يفضل ان تكون بين علامتين اقتباس او ممكن انه يحتوي اسم وتغير اخر طيب خلينا نجي الى الخيار الاول اللي هو ممكن ان يحتوي نص اذا كان يحتوي نص او رقم او يعني يحتوي مادة مصية مكتوبة فلابد انه تكون بين علامتين اقتباس وفي النهاية لابد انه بارزة منقوضة في البي ايش بي في اغلب الاوامر لابد انه تنتهي في البارزة المنقوضة طيب ممكن هذا المتغير راح يحمل ناص وليكن مثلا بلنجي بالعربي دبلومة برمجة المواقع الالكترونية اضفت نص بداخل هذا المتغير طبعا متغير سميته بها وحتى يكون متغير لابد انه اخلي بالبداية اس دولار ويساوي وهذا النص طيب اذا اجي احفظ وطبعا افتح المتصفح ارفرش ما راح انشوف شي ليش لان هذا المتغير فقط متغير مخزن في الحاسوب وغير مطبوع في المتصفح حتى اطبع هذا المتغير لازم استخدم الدالة ايكو طبعا راح اجي احذف هذا النص بس حتى لا يشوش علي الافكار اجي انزل الى الاسفل واطبع المتغير كيف اطبع المتغير اكتب ايكو واكتب اسم المتغير بما في ذلك الاس دولار يعني هذا الاسم قبل اليساوي كله يكتب هنا وطبعا الفارزة المنقوطة يعني هنا اسم المتغير والفارزة المنقوطة راح ادال لايكو راح تطبع لي هذه العبارة اللي هي ما يحتويه المتغير يجي نحفظ وطبعا نجي نشاهد الرفرش راح طبعا راح نلقى انه المتصفح راح يطبع لنا العبارة طيب ممكن واحد يسأل يقول يعني شنه هالدوخة شنه هالتعقيد دخوا اجي مباشرة هنا اكتب ايكو طبعا ايكو ما بيها يساوي اليساوي فقط للمتغير واجي مباشرة يعني احفظ واجي استعرض راح لاحظ انه نفس العبارة ما راح يتغير شي يعني اجي مباشرة اطبع الجملة بالايكو ليش اجي اخزنها بمتغير واجي اطبعها يعني شنه الغاية الغاية هي انه انا هذا المتغير اقدر اطبعه اكثر من مرة يعني اجي هنا ممكن اجي اقدر هاي اجي هنا اكتب ايكو واجي هنا بي اتش طارزة من قوطة وطبعا كنترول اس راح لاحظ انه راح يطبع لي المتغير اكتر من مرة طيب يعني ممكن اجي اكثر بعد يعني ممكن استنسخن هذاني ونجي كنترول اس وطبعا راح لاحظ انه يطبع لي اكثر من مرة طيب اكو ادي بعض النصوص وبعض الاكواد البرمجية صعب واني اجي اكتبها يعني اكثر من مرة فبالتالي اخزنها مرة واحدة في متغير واطبعها اكثر من مرة مثل ما راح نتعلم ان شاء الله بالمحاضرات القادمة كيفية الاتصال بقاعدة البيانات طبعا نسوي امر الاتصال مرة واحدة ونستدعيه اكثر من مرة وبالتالي راح يسهل علينا ورح يختزل انه الكثير من الوقت طيب نقدر نسوي concatenate للمتغيرات نعم يعني ممكن نسوي متغير اخر مثلا ممكن متغير نسمي price ممكن يعني هيدشي ونكتب مثلا مية وخمسين الف مثلا وطبعا فارزة منقوطة واجي اهنا نسوي concatenate مثل ما تعلمنا نقطة وطبعا نكتب المتغير الثاني اللي هو price يعني ايكو المتغير الاول نقطة اللي هي المتغير الثاني وطبعا نجي هنا نحفظ راح مثل ما تلاحظون راح يطبعنا دبلومة برمجة المواقع الالكترونية مية وخمسين طيب اذا انا اريد اضيف فراغ مثل ما تعلمنا نخلي علامات اقتباس ونفصل بيناته المسافة وطبعا هنا لابد انه اجي اضيف concatenate يعني لابد انه نضيف concatenate حتى يتعامل النوية كمتغير او كجزء واحدة نجي لكونترول اس وطبعا نلاحظ دبلومة برمجة المواقع الالكترونية مية وخمسين ممتاز طيب نقدر ندمج المتغيرات مع النصوص نعم اكيد نقدر ناخذ فالمثال مثلا ادنا هنا نطبعنا المتغير بها اللي هو راح يطبع عنا دبلومة برمجة المواقع الالكترونية راح نضيف وياها concatenate ونكتب هنا بالعربي السعر مثلا ممكن نقطيها نشارحها وطبعا راح نضيف concatenate ونضيف مسافة و و concatenate وراح نكتب المتغير price يعني مجرد تجميع مجرد تجميع نجي نشرح هذا الكود طبعا اداة ايكو حتى تطبع لي هذه المعلومات وهذه المعلومات وهذه المعلومات اولا اللي هو بهاء راح يطبع لي هذه الجملة دوت حتى اربطها وهي جمل اخرى راح اكتب السعر ورح اخليها بدون يعني متغير بشكل مباشر بين علامتين اختباس واخلي دوت حتى اربط بعد جمل اخرى راح اخلي علامة فاصلة ومن ثم دوت ومن ثم البرايز اللي هو هذا الجزء اللي هو السعر شنين راح تطلع عندنا النتيجة نسوي رفرش دبلومة برمجة المواقع الالكترونية السعر ومية وخمسين العملية سهلة جدا وبسيطة طبعا ممكن هنانا البرايز ممكن نضيف له كونكوتونايت ونكتب مثلا دينار عراقي اذا نلاحظ انه راح تصير عندنا الجملة بالشكل التالي دبلومة برمجة المواقع الالكترونية السعر مية وخمسين الف دينار عراقي نتمنى انه هذه المحاضرة تكون سهلة وبسيطة وطبعا كمان اوهنا انه هذه المحاضرة هي من المحاضرات المهمة وفي حال ما فهمناها نحاول نعيد الفيديو اكثر من مرة الى ان نفتهمه نلتقيكم فيها المحاضرة القادمة باذنه تعالى موسيقى